والماء 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 الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه ما عنه وما طرى اصطفى آدم ثم عفى عما جرى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى وأصلي على رسوله محمد المبعوث في أم القرى وأشهد أن لا إله إلا الله مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح فلأنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداح وأشهد أن سيدنا محمد العبد الله ورسوله اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين علم من أعلام التابعين وإمام من الأئمة العاملين مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي رضي الله عنه وأرضاه سرق وهو صبي صغير ثم وجد فسمي مسروق أسلم أبوه الأجدع تكفيه شهادة أم المؤمنين عائشة تقول له يا مسروق إنك من ولدي وإنك أحبهم إلي قال فيه علي بن المديني رحمه الله إمام من أئمة الجرح والتعديل مسروق أنا ما أقدم أحدا على مسروق صلى خلف أبي بكر وقال الشعبي لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة سأل من أفضل الناس قالوا مسروق وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال قال ابن عيين ما بقي بعد علقمة أحد يفضل على مسروق ويحيى بن معين الذي بلغ في الجرح والتعديل شأوا عظيما لما سئل عن مسروق قال مسروق ثقة لا يسأل عن مثله وقال مورق العجلي مسروق تابعي ثقة كان من أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون وكان يصلي من الليل حتى ترم قدما رضي الله عنه كانت الصلاة هي روحه وهي حياته كان إذا وقف في الصلاة كأنه راهب يرخي الستر بينه وبين أهله فيدخل في صلاته ويخليهم ودنياهم يلقى سعيد بن جبير أحد العلماء الأعلام فيقول له يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب تحكي زوجته تقول كان مسروق يصلي من الليل حتى ترم قدماءه وربما أجلس خلفه وهو قائم يصلي فأبكي رحمة له لما يصنع بنفسه كانت تبنتهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكانت له ابنه اسمها عائشة على اسم أم المؤمنين فكان لا يعصي لها أمرا وفي يوم شديد الحر أغشي على مسروق وهو صائم فأتت ابنته قالت يا أبتاه أفطر واشرب قال لها يا بنيا ما أرتبي يعني أنت عايزة إيه قالت الرفق يا أبتاه قال لها يا بنيا إني أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة رضي الله عنه يقول الشعبي حج مسروق فما بات إلا ساجدا والعجب كل العجب في ورعه وزهده بقي عاملا على السلسلة في واسط في العراق سنتين بعد سنتين كاملتين لم يأتي إلا بخرج يعني زي شنطة السفر الآن فأتى أهله يبحثون في الخرج فلم يجدوا إلا فأسا بلا عود قالوا له يا مسروق غبت سنتين ثم أتيتنا بفأس بلا عود قال إنا لله إنا لله استعرناها ونسينا نردها فهم حقيقة الدنيا وطبيعتها سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مالي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استضل بظل شجرة ثم راح وتركها تعلم من المعلم صلى الله عليه وسلم فشرع يعلم أصحابه ويعلم أهله وأقرباءه يأخذ بيد ابن أخ له إلى كناسة بالكوفة يعني أعزكم الله مثل المزبلة المكان الذي تلقى فيه المخلفات فكان يأخذ ابن أخ له على حمار له ثم يركب بحماره على هذه الكناسة على موضع إلقاء المخلفات ثم يقول نحن فوق الدنيا هذه الدنيا أكلوها فأفنوها ولبسوها فأبلوها وركبوها فأنضوها سفكوا فيها دماءهم واستحلوا فيها محارمهم وقطعوا فيها أرحامهم رضي الله عنك يا إمام لم يذكر أحد سنة ميلاده لكنه عاش ثلاثا وستين سنة وقيل مات سنة ثلاثا وستين فيكون ميلاده في السنة الأولى عاش ثلاثة وستين عاما ملأ فيها طباق الأرض علما وزهدا وورعا لما رقد على فراش الموت رفع وجهه إلى الله وقال اللهم إنك تعلم أني لم أحدث شيئا لم يسنه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وما تركت من صفراء ولا بيضاء يعني لا ذهب ولا فضة ولا شيء من حطم الدنيا وما تركت من صفراء ولا بيضاء لي عند أحد من الناس إلا ما كان في سيفي هذا فاتفنوني فيه خرج من الدنيا خفيفا كما عاش فيها خفيفا عاش سيدا بزوده في الدنيا وسيكون سيدا في الجنة إن شاء الله نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا معه في أعلى فراديس الجنان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم